اشتركوا في القناة تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في الخامس من سبتمبر 2024 وتنتهي في السادس من مارس 2025 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 95% وقد تمت تغطية الإصدار بنسبة 396% والآن نترككم مع دالة سواق المالية الخليجية موسيقى 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 خلال الربع الثاني متجاوزا بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 من جهاته قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد لغويز إن التداولة بناء على الخوارزميات يمثل نحو 25% من أحجام التعاملات في السوق المالية الوطنية وقال إن التجارة الرقمية تمثل اليوم أكثر من 90% من الأحجام المتداولة ونبقى في مؤتمر التقنية المالية 24 فنتيك في مدينة الرياض حيث وقع البنك المركزي السعودي ساما والبنك المركزي التركي مذكرة تفاهم بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية ويستهدف الطرفان بمجاب مذكرة تفاهم العمل على تعميق العلاقات وتعزيز التعاون إضافة إلى التعاون في مجال أعمال البنوك المركزية بين البلدين ولسيما في مجالات تعزيز الاستقرار المالي والتقنيات المالية أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الأربعاء انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس بعد أنما بأبطأ واترة في نحو ثلاث سنوات في يوليو وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة وارتفع مؤشر ستاندرد أنبورس جلوبل لمديرية المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54 نقطة وجزئين من النقطة مع تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات وأظهر المسح أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ شهر مايو ترجمة نانسي قنقر